السلام عليكم كيف انتم علي بس عليكم بخير نتمنىكم تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله معكم ايمان من قناة شهوة مع ايمان صليوا لنبي كيف ملعدا عن نبدأ الفيديو اليوم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين الاقتراح اللي غدي نتقسم معكم اليوم غدي تكون هاد الكيكة اللي كتشاهدوا معايا كيكة معالكة مقرمشة واللده ما نقول لكم شي عليها اكيدة ان شاء الله غدي تعجبكم واحد طريقة اللي هي رائعة جدا فكنتمنى يربي الفيديو اليوم اين الاعجاب ديلكم وليستحسن ديلكم اذا عجبكم اخواتي ما تنسوني شي كيف ملعدا بديك اللي لايكة ديلكم وتتعليق الجميلة اللي كم بغي نشكركم كم من بكم عليهم فمن زيتش نطول عليكم كتر مدزوا مباشرة نشوفوا المقادير وطريقة التحضير وكيف ملعدا فرجا ممتعة بسم الله على بركة الله غدي نحتاج في المقادير عند هنا يا جر ديالبيضات حبتين من البيض بالنسبة للبيض اللي لسا عملت أنا كان عندي شوية كبير كنضي القبصة ديالملح اللي هي ضرورية لتعديل الضوغ كيس من السكر المنسم بالباني وعندي كأس إلا ربعة ولا زيت شوية على نصف كأس من السكر الخشين أي سكر سندا ما يعادل 100 جرام بالنسبة للأخوات اللي كيبغيوا العبار بقياس كاس ديال العنبة فالصورة عندكم واضحة أما الأخوات اللي كيبغيوا بالجرام فأنا كنتكرل معكم بجوج باش نرضيو جميع الأخوات سوف نخدم هاد الخليط غير بالطراب اليدوي كيف ما كتشاهدوا معي طبعا تقدروا تستعملوا الطراب الكهربائي إذا بغيتوا تسهلوا عليكم سوف نخدم ديالبيض شوية مع ديك السكر زيت هنا يا أخواتي كأس إلا ربع من الزيت ما يعادل كذلك 100 ميلي لتر سوف نخدم زيان عبالطراب اليدوي ومن بعد زيت كأس ناقص غير شوية من الحليب مهم كيف ما مضح لكم الصورة ما يعادل 160 ميلي لتر فأنا غدي نخلي لكم المقادير كيف ما العادة مكتوب مضبوطين في صندوق الوصف سوف نخدم شوية السوائل من بعد غدي نجيب النواشف لهو الطحين والخميرة ديال الحلويات عندي هنا يا أخواتي 250 جرام من الدقيق الأبيض ما يعادل الأخوات اللي كي بغيوا ياخدوا العبار وكاس ديال العنبا جوج ديالكي سنة يكونوا عمرين ونصف كاس أو لا يعني الأخوات اللي كي عملوا عينهم ميزانهم فالخليط ديال كيك أنا غدي نوري لكم الخليط العادي ديال كيك العادي زيت أخواتي كذلك كيس من خميرة ديال الحلويات أي بيكم باودر وزن ديال الكيس اللي استعملت أنا هو 15 جرام طبعا إذا استعملتوا كيس خميرة ديال الحلويات 7 جرام أو 8 جرام غدي تستعملوا شو ديال الأكياس سوف نضيف الكيمية اللي سبقت لي كاملة ديال الطحين كيفما ذكرت معكم أنا خدت معي 150 جرام من الدقيق الأبيض جاني قياس ولكن أخواتي الدقيق يبقى دائما على حسب الحجم ديال البيض لذلك أنا في المقادير ذكرت معكم حتى البيض اللي استعملت هاد المرة فكان عندي الحجم دياله شوية كبير هادك هو القوام ديال الخليط ديال الكيك العادي أخواتي اللي كنحصل عليه تركت الخليط ديال الكيك ديالي جانبا يعني احتخدمت الكيك أنا تركتها جانبا عاد قشرتها التفاحة باش ما تكحليشي تفاحة ونصف يعني واحد الحبة ونصف من التفاح اللي حيط للقشرة دياله وقطعتها إلى قطع صغيرة أنا ما بغيتش القطع ديال التفاح يجيبينين بزاف يعني كبارين بزاف يجيو عيدا غي صغارين فقطعتها صغيرا إذا كتبغيوا القطع ديال التفاح يكونوا كبارين قطعو شوية كبارين سفي نسمت القطع ديال التفاح بنصف ملعقة صغيرة من القرفة والقرفة أخواتي كتبقى على حسب انتوما واش كتبغوها بين بزاف فتقدروا تستعملوا حتى ملعقة صغيرة تكون عمراء ديال القرفة تقدروا تستعملوها أنا كتفيت غير بنصف ملعقة صغيرة من القرفة وهنايا بالنسبة هذا الكيس ديال السكر المنسم بزهرة البرتقال هذا كيبقى اختياري أنا كنت متوفر عليه استعملته يعني إذا ما توفرتوش عليه استغنوا عليه عندي أخواتي هنا واحد ملعقتين كبيرتين من السكر الخشن سكر سنيدة اه لي ضيفت له أحد نسمي العقة صغيرة ديال القرفة او ما كملا شي مهم كيف ما مضح لكم الصورة اه محا واحد نسمي العقة صغيرة ديال كاكاو الخام الكاكاو المور باش يعطيني واحد اللون في حال السكر البني لانني ما توفرشي على السكر البني فضيفت له ديك نسمي العقة صغيرة ديال الكاكاو سافي وغادي ننستعملو بحال هات الشكل هذا بالنسبة لهذا السكر فغادي تتبقى لي منو شوية يعني ما ما غادي نعملو شي كامل يجب أن تحضر القلب أو المول من قبل يجب أن نفرغ فيه الخليط يعني سوف نفرغ فيه الخليط فلاحظوا معي أخواتي الخليط ديال الكيك من اللي كنخدموه وكنتركوه جانبا على ما قشرت الحبة ونص ديال التفاحة وقطعت صغيرة وحطرت ديال السكر مع القرفة فالخليط شوية كيرجع تقيل ديال الكيك يحسن أخواتي هيدا أحسن باش من اللي نوضع القطع ديال التفاح ديالنا ميهودو ناشي كمين الأسفل يعني تنتموا خدموا بهذا الطريقة غادي تحضروا الخليط ديال الكيك ديالكم واللولاني عاد غادي تقطعوا التفاح ديالكم وتحضروا واحدة وتوجدوه باش ميكحلكم شي يعني ميت أكسدلكم شي التفاح ميكحل شي وفي نفس الوقت الخليط ديال الكيك يتقل شوية معانا وهيدا ما كيهودوش ديك القطع ديال التفاح إلى الأسفل سوف نتمنى الشرح ديالي يكون واضح فان بعد ما وضعت واحد طبقة من خليط ديال الكيك كناخد واحد ملعقة صغيرة من السكر اللي عندي منسم بالقرفة والكاكاو كنوضع واحد طبقة هيا شيء رقيقه فوق منه هاد القطع ديال التفاح وغادي نغطي بخليط ديال الكيك وغادي نصمار حت نسالي يعني طبقة من خليط ديال كيك طبقة من السكر المنسب وافق منه قطع ديال التفاح وفوق منه كنغطيعو بطبقة ديال الخليط ديال الكيك وهكاد حتك نسالي انا احاول ان اوصلوا لحشيات القلب اوصلوا لحشيات القلب يجب أن يدب معي من اللي يسخن طبعاً ويتحول الكراميل والتساقليف القالب يعني الكيكات للتساقليف القالب ديالي وخاء ندهنته ولكن كنحاول ديك السكر من اللي نكون كنوضع فوق الخليط ديال الكيك ما نوصلوش حتى الحشيص ديال القالب لا كنحاول نخلي شوية هيدا وهانتو ما شاهدوا معي بحال هيدا هادية الطبقة الاخيرة اللي غادي تكون ديال السكر والقطع ديال التفاح فالخليط ديال الكيكسة في ساليته كامل وهديية الطبقة الاخيرة فهنا يا أخواتي تقدروا تطيب الكيكة ديالكم بحال هيدا إذا ما بغيتوش تحضروا الطبقة الاخيرة اللي غادي تكون قرمشة اللي غادي نحضر معاكم تقدروا تستغنوا عليها غير هو اللي نأكد لكم الكيكة بهذا الطريقة اللي حضرت أنا معاكم بجميع الخطوات ديالها جات رائعة جدا يعني جات معلكة منتاخل مع ديك الطبقة ديال الكامبل أو لطبقة مقرمشة على الوجه ديالها شي حاجة اللي أنا أكيدة غادي تعجبكم لا للكم ولا لضيوب ديالكم إذا بغيتو تحضروا يعني شحاجة اللي يتحمر لكم وجهكم بالنسبة لهذا الطبقة المقرمشة أو طبقة ديال الكامبل غادي نحتاج فيها عندي خمسين جرام من الزبدة الأخوات اللي كيبغيوا العبار بقيس ديال الملعقة أو للكأس غادي تاخدو ملعقتين متوسطتين من الزبدة زيت على الزبدة أربعين جرام من السكر الخاشين أي سكر سانيدة تقدروا تستعملوا حتى خمسين جرام ديال السكر ماشي مشكل حتى السكر عنده دور حتى هو يعني كي عطينا ديك القرمشة في العجين ديالنا خمسين جرام هدي تستعملوا ربع كأس من قياس ديال العنبة وكيس من السكر المنسم بالفاني سافيو غادي تخدموا ذيك الزبدة كيف موضح لكم الصورة شوية ماشي غادي تخدموا بزبغير شوية مع السكر لأن السكر بغينا هيدك وذيك الكيس ديال السكر المنسم بالفاني وضيفت الدقيق كأس إلا ربع من الدقيق ما يعادل تمانين جرام سافيو كنرم العجينة ديالي بالأطراف ديال الأصابع يعني غير بالأصابع ديالي ماشي كنهجل العجينة كنرم لها فقط من بعد أخواتي ضيفت له هاد جوج ديال الخطوات كيبقوا اختياريين تقدروا تستبد لهم بأشياء أخرى اللي عندكم فأنا ضيفت كمية ديال القرقاع اللي قطعتها غير بالموس يعني غير بالسكين باش يبقوا القطع ديال القرقاع بينين وضيفت ببيتاس ديال الشوكولاتة حبوب الشوكولاتة ديال طبق ديال العجينة ديال الكخامبل اللي حضرت معكم يعني رملت كل شي مع بعطيته وغطيت به الخليط ديال التفاح كامل بحيط ديال القطع ديال التفاح ميبقوا شي بينين تماما طريقة ديال الطيب اخواتي انا الطريقة ديال المعتمدة في الطيب دي اي كيك غير بعض الكيكات اللي كنذكر معاكم يعني ش منه هما اللي كان طيبون في فرن اللي كيكون صاخن من قبل هادي حتى دخلت الفران عد شعلت لفل الأول من الأسفل درجة الحرارة هاد المرة عملت على ميو سبعين درجة خليتك الطيب من الأسفل واحدة ربعين دقيقة من بعد زيت شعلت له من الأعلى واحد عشر ديال دقايق أو اكتر مهم حتى تتحمر لكم هاد الطبق من بعد كتتحلوا الفران ديالكم وكتجربوا الكيكة ديالكم من الوسط دياله بواحد العود الخشابي خصو يخرج ناشف يعني وخذك التعليكة ديال التفاح يخرج العود الخشابي ديالكم ناشف اذا ما تلا كنت بقى ما طيبة شي نقصوا لدرجة حرارة ميو ستين درجة وشدوا عليه وخليوا هاد كمال الطيب دياله خط رح تطيب معاكم هاد القواليب لكيكون غرقين كان طيب الكيك دائما على درجة حرارة ميو ستين أو ميو سبعين درجة صافي بعض ما خرجت الكيك خليتوا طبعان حتى دفا شوي واحدة هودو الاسفل فطوال القطاع هاد الاسفل كيف شاهدت معي اخذت شوكولاتة وزينت الوجه بخطوط رقاق فقط هي الصراحة تجي مزينة بلا ما تزيدو تزينوها بخطوط دير الشوكولاتة ولكن انا بغيت نضيفه مصافي شاهدوا معي كيفش تجي من الداخل كيف ما اذكرت معكم تجي معالك من الداخل في حل انها مسقية تجي في حل مشربة وحل انتو ما تشاهدوا معي وذيك الطبقة اللي مقرمشة مع ذيك القطع ديال القرقاع اي الجوز طبعا تقدروا تستبلوا باي مكسارة باللوز بالكوكاو تقدروا تضيفوا اي مكسارات انتو ما متوفرين عليهم وذيك الحبوب دير الشوكولاتة جات رائع جدا اخواتي هاد الكيكا انا اكيد ان شاء الله غادي تنال الاعجاب ديالكم اذا جربتوها فكنتمنى يا ربي الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم اذا اعجبكم اخواتي ما تنسوني شي كيف ملعدة بلايك ديالكم وتتعليق الجميلة احبكم في الله والا الفيديو القادم ان شاء الله تهلوا لي فرسكم بزف وبسلامة